اشتركوا في القناة كيف تنبثق كيف تتفاعل داخل الشريحة فيما بينها ايضا وبشكل مرئي للمتلقي هذا التحريك او هذه الحركات يوفرها تبويب حركات من تبويبات الباوربوينت طبعا بالنسخة الانجليزية هو تبويب موفمينت اللي هو خاص بحركات العناصر هذا الشكل ما اعرف لي اعجب دي شكل فوني جدا فوضعته شكل الاختبار لأدوات الحركات هذا التبويب يحتوي على أدوات هذه الأدوات تتدرج من أدوات بسيطة إلى أدوات متقدمة جدا في الحركات تمكننا من حتى إنشاء مشهد أو إنشاء مقطع رسوم متحركة باستخدام هذه الأدوات اللي موجودة طبعا نلاحظ إنه هذا التبويب حاليا غير مفعل ليش غير مفعل؟ لأن إحنا ما مختارين عنصر إحنا حاليا مختارين فقط الشريحة وهذا الحركات هي ليست خاصة بالشريحة ككل بل بالعناصر داخل الشريحة حتى تتفعل أنه أدوات الحركات يجب تحديد العنصر في حال تحديد العنصر تفعلت لدي أدوات الحركات في البداية أنه الحركات هناك حركات يوفرها مايكولسوفت بوربوينت حركات جاهزة من التبويب الفرعي حركة يمكننا تصفح هذه الحركات نلاحظ أن هذه الحركات على أنواع وفي الحقيقة هي ليست أنواع بل هي نمط من التحريك مثلا خلال الشريحة أنت ماذا تريد؟ يعني مثلا هذا الشكل عندما يصل المشهد أو يصل العرض إلى هذه الشريحة ماذا تريد؟ هذا الشكل تريده أن يكون موجودا أصلا عند الوصول للشريحة أو أنه غير موجود ويتم دخوله إلى المشهد بنمط معين ثم بقاءه لفترة وجيزة ثم خروجه من المشهد من داخل الشريحة يعني حاليا هذا الشكل يعني شكل هو موجود لكن من أريد أسوى عرض للشرائح ومن أريد أسوى عرض لو نفرض عندي هنا عدة شرائح ومن وصلت لهذه الشريحة هل سيكون أول ما أوصل لهذه الشريحة الشكل موجود؟ لو ينتظر فترة الشكل يا الله يظهر داخل الشريحة وكذلك قد ينتظر فترة إلى أن يختفي من الشريحة فهنا هذه تحددها هذه أجزاء الحركات أو أنواع الحركات حركات الدخول واللي نقصد بيها اللي هي الحركات دخول العنصر إلى المشهد العنصر ليس موجودا عند الوقوف على الشريحة سيكون العنصر مختفي تماما غير موجود وهنا هذه الحركات تحدد كيفية دخوله إلى المشهد أيضا الجزء الآخر اللي هو حركات التوكيد حركات التوكيد اللي معناها في وقت وجود العنصر يعني بعد أن دخل إلى المشهد ومن دخل إلى المشهد أصبح واقعا موجود في المشهد خلال دخوله في المشهد هل تريد أن يقوم بحركات أيضا؟ فهذه هي حركات التوكيد طيب هل تريد من العنصر أن يخرج من المشهد؟ أم يبقى في الشريحة حتى يتم الانتقال إلى الشريحة اللاحقة؟ إذا أردت العنصر أن يخرج من المشهد حتى قبل انتهاء وقت الشريحة أو قبل انتقال الشريحة فيمكنك من خلال أدوات التحريك للخروج هنا عدة أدوات للتحريك أيضا إذا كانت لم تعجبك هذه الأدوات التحريك يمكنك دائما أنه موجودة مزيد من تأثيرات الدخول وكذلك مزيد من تأثيرات التوكيد ومزيد من تأثيرات الخروج وأيضا هذه الأمور كلها سوف نفحصها وسوف نختبرها وسوف نقوم بحركات معقدة وحركات بسيطة أيضا لمعرفة كيفية عمل أو كيفية عمل أدوات التحريك داخل مايكروسوفت بووربوينت أيضا هنا مسارات للحركة هذه المسارات مخصصة هذه خاصة بالحركات المعقدة التي سنأخذها في محاضرات قادمة إن شاء الله وأيضا هناك مسارات حركة إضافية غير هذه المسارات الموجودة هذا من ناحية أنماط الحركات أيضا لكل حركة هناك خيارات تأثير معينة يعني تخصيص الحركة مثلا إذا هذه حركة مثلا تحرك إلى الداخل هذه خيارات التحريك مثلا تجاهات الحركة كيف تكون تعديل الحركة كيف يكون هذه من خيارات التأثير اللي هي مضللة حاليا لأن إحنا ما مختارين حركة أيضا عند رؤية حركة معينة عند رؤية العنصر كيف يتحرك ومشاهدة معينة للحركة التي أنت اخترتها يمكنك دائما من الضغط على زر معينة هذا الزر ضمن تبويب الفرعي معينة أيضا هذا الجزء من تبويب حركات هذا الجزء اللي هو جزء الحركات المخصصة اللي رح نتعاملوا إياه في محاضرات قادمة هذا الجزء هو خاص بتخصيص الحركات للعنصر قد نحتاج إلى أن العنصر أنه يتحرك أكثر من حركة يعني أنا هسا الحركة اللي موجودة الحركات اللي موجودة عندي مثلا للدخول مثلا أريد العنصر مثلا يدخل بنمط معين لكن ليس نمط واحد مثلا عدة أنماط أو عند ظهور العنصر ووجوده في الشريحة أريده أن يتحرك يعني أنه يدخل طبعا بالمناسبة عند اختيار أي نوع من أنواع هذه الحركات ستكون هي حركة واحدة فقط للعنصر يعني أن تختار العنصر يا أما دخول يا أما توكيد يا أما خروج لكن إذا أنا أردت أوكي أريد العنصر يدخل بحركة معينة ويبقى في المشهد يتحرك أيضا بحركة معينة ويخرج من المشهد بحركة معينة هذه لازم إضافة حركات معناها إلى العنصر فلذلك أو قد نكون يعني عدة حركات نظيفة خلال توكيد العنصر يعني مو شرط أنه حركة واحدة يبقى فيها العنصر قد يتحرك بين ماط مختلفة قد يكون هناك أنواع مختلفة من الحركة تجري على العنصر فمن خلال تبويب حركات مخصصة يمكن إضافة حركة وكذلك تعديل أوقات هذه الحركة والتحكم بالمدى والزمن الذي يستغرقه العنصر للحركة هذا بالنسبة للحركات المخصصة أيضا هناك خاصية مهمة جدا اللي هو التوقيت بالمناسبة عندما نتعامل مع الحركات والانتقالات نحن نتعامل مع ما يسمى بالتايم لاين أو الخط الزمني نحن هنا نتعامل ليس فقط بمكان وإنما نتعامل مع زمان أيضا فالزمان هنا مهم يعني إحنا مثلا الشريحة قد تكون مثلا مخصصين إحنا الشريحة تبقى في المشهد لمدة عشرين ثانية طيب إذا كان هناك عنصر يتحرك داخل الشريحة يجب أن تكون حركة هذه العنصر خلال هذه العشرين ثانية فقط فيجب أن يكون دخوله مثلا بثانيتين ثم توكيده بخمس ثواني ثم خروجه بثلاث ثواني فأصبح المجموع عشر ثواني عشر ثواني إذن هو ضمن الوقت الشريحة أما إذا تجاوزت مجموع الأوقات للحركات العنصر وقت الشريحة هنا سيصبح خلل في العرض فلذلك نحن كحال البرامج التي تتعامل مع الحركات برامج المونتاج مثلا أو البرامج التي تتعامل مع الفيديو أو الحركات تتعامل مع التايم لاين أي مع خط الزمني فيجب أن تكون هناك توقيتات للحركة وليس بشكل عشوائي أو شكل غير منضبط فهنا من هذه تبويب الفرعي التوقيت يمكننا التحكم بتوقيتات الحركة يمكننا التحكم بسرعة الحركة يمكننا التحكم بالمدة يمكننا تعطيل الحركة لفترة معينة ثم بعد ذلك تنبثق هذه الحركة أو تبدأ وإعادة ترتيب الحركات يعني ممكن أن حركة تسبق حركة معينة أو تأتي بعدها غيرها هذه من الأمور التي سنتناولها بالتفصيل وننتناولها بدقة حتى نصل إلى مستوى الاحترافية في كيفية تحريك العناصر داخل الشريحة